الآن استدعى الهيئة دارين مننا شنو؟ وده سؤال جوهري انتو يا ناس الهيئة جايبين نكون الليلة لأن الدولة الآن في ورطة دارة لا ناس بس أرى عشان أقولها بالمختصر المفيد الهيئة دي ظلمت ظلمت ظلم الدولة جابتها أنفقت عليها خيرت شباب السودان وجابتهم الدولة دربتهم أحسن تدريب أدتهم أحسن سلاح عشان يدافع عن الدولة أنتو عارفين أن الحلا منه هيئة العمليات دي حلتها الإمارات العربية المتحدة بقرار من السفير الإماراتي في الخرطوم والله والله يتحلت بقرار من الإمارات وبقرار من السفير الإماراتي حلوها ليه؟ حلوها عشان تحصل فوضى في البلد لما كنا قاعدين نقول يا أخواننا ما تحلوا الهيئة دي طلعوا الناس قالوا دي الكيزان حلون فارتقون طبعا لأنه في فرق بين الوطنية وفي فرق بين الحمالة في زول دافع لي وقروش في زول جايبينه عشان يفرتق بلده في زول جايبينه عشان يفرتق بلده وبالمناسبة الكلام اللي تبقى الهس يتزاغين منه حيات العملياتي ما يخلا حميتي بالمناسبة عشان نكون منطقيين الهيئة دي حلاها البرهان باعتباره قائد للجيش بعد داك حميتي حلا دي أنا دي ما دخلت بيها لكن المسؤولية حقتها الحل بتاع حيات العمليات يتحمل مسؤوليته القائدة الأعلى للقوات المسلحة السودانية وانص إنه مضى القرار ما هو مضى القرار هو المضى القرار حميتي ما يحلا يا أخوان عشان نبقى بالمنطق حميتي ذاته يطلع شنو ما تبع القائدة العام بتاع الجيش انت لا بتشوف الفيل بتطعم في ضلو لا انت بتشوف الفيل بتطعم في ضلو حميتي ده ما بقدر بيحل الهيئة لو ما برهان حل الهيئة حل الهيئة دي بقرار الامارات جابت قرار مضى عليه رئيس مجلس السيادة اللي هو فيه نائبه تحت لأنه البرهان لو ما مضى على القرار الهيئة ما بتتحل يا أخوان عشان ما نقعد نحمل ساجد الاتنين ديال هما سبب في حل الهيئة لكن كونك تيجي تقول والله حلها حميتي الكلامك ده ما انصح يا اخي انت كده زادك ما احترمت الجيش يعني معناته انت ما عندك الجيش الصانع انت استمع عندك الجيش حميتي قال الهيئة تمردت هو كان في جوبة جابه له خبر طلع في مؤتمر صحفي قال الهيئة الآن اعلن التمرده وكده لكن قرار الحل ما طلع حميتي برها قرار الحل ده بمضى عليه القائد العلى لقوات المسلحة لأنه الهيئة ما تبع لحميتي عشان نكون منطقين يعني لا ما تبع عليه عشان هو يكون حلها دي شماعة ساكت دي الناس بهربوا من الواقع ساكت قيها التجاشي الحلت الهيئة دي يعني خلاص نقول حميتي جابه ندخلهم في غرفة قال لهم حلوها حلوها كده كويس عشان ندي وصف كويس عشان نرضيقهم يعني حميتي جاب البرهان وجاب مدير هياة الاركان وجاب الناس دي كلهم دخلهم في غرفة وقال لهم حلوها وحلوها لكن لكن قصة انه المؤتمر الصحفي طلع وقال غوش ده ده ما كلام برهان ده ما كلام حميتي براو ده كلام المجلس السيادي كله حميتي عبارة عن ناطق وقتها قاعد في جوبا قالوا ليو حميتي زادو قاعد في جوبا يعني ما كان قاعد في الخرطوب لكن الدكتة قارير قالوا الله الله الهيئة دي حصل كده كده الامارات عشان وطبعا همنا من قالوا غوش ما كان وراه غوش هم كانوا لانو الشارع وقتها هم كان دارين يدو خطاب مقنع للشارع دارين يقنعوا الشارع هم دارين يقنعوا الشارع انو والله يااخي الهيئة دي وراه غوش لانو دي القوة الضاربة الاساسة غوش ودي قوة الواقعية وكده عشان كده طلعوا قالوا الهيئة تمردت والتمرد يقف وراه صلاح غوش وكده بعد ذاك مش يتخزوا قرار الحل اللي هو شيطنة الهيئة لكن اخوانا خلينا نقع منصفين في الظلو خلينا نقع منصفين الحل الهيئة العمليات هو القائد العلي للقوات المسلحة وحلوها بالتآمر مع المدنيين والعسكريين لانو مجلس السيادة كان فيه مدنيين والحكومة ذاتها كانوا فيها مدنيين ولا ما فيها مدنيين ده من اتحلت الهيئة دي ده من حصلت مشاكلها مش حصلت في يناير الفين وعشرين وقتها كان في حكومة ولا ما في حكومة وقتها كان فيه مجلس السيادة ولا ما كان فيه مجلس السيادة عشان الناس ما يجيوا يقولوا عشان الناس ما يجيوا يقولوا ساكد يتا ما تقعد تقول لي والله عملها كده اتحلت بالقرار ده اتحلت لانو الامارات كانت دارة حلة وحلوها. والليلة رجعوا اكتشفوا. حس الليلة انا بتكلم معاكم اكتشفوا انه والله ان احنا عملنا خطأ كبير حلنا الهياء. حس الان ومزنوجين. حس الان برهام مزنوك. ودهر يجيب الهياء. ومشوا قاعدوا محينة تتحد. وقاعدوا اتفقوا انه والله ان احنا داينا رجع الهياء. عشان كده يتجسموا اتنان. هس الليلة الاجتماع التم في 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 الدار بتاع مكافحة الارهاب البدب على الاستخبارات. جو فيه الف ومئتين من ناس حياة العغليات. طبعا الهياء دي ما الف ومئتين. هيا دي عشرات الالاف. عشرات الالاف من ابناء الهياء. هيا دي مخرجة لا يا اخي كمو خمسين دفعة ولا كمو تمانين دفعة. هما طبعا هسي بقوله هما عددٌ تلتاشر لكن عددهم ما تلتاشر. العدد بتاع تلتاشر ده اضربه اضربه الضعف. ده العدد الحقيقي بتاع حياة العمليات. جابه الالف ومئتين. وطبعا كان في حوار طويل قبل كده. طويل انه والله الهياء دي تعود ما تعود. في كلام كان بيتقال انه يجيبها ما يجيبها. حسوا بخطورتها. حسوا بانه والله الوضع الامني. حسوا انه والله نحن محتاجين لها. حسوا كده. حسوا بعد شنو بعد فوات الاوان. عشان كده الليلة اجابونا الالف ومئتين. اجابتونا الاستخبارات العسكرية. وطبعا في روايتين. برضو عشان انا اكون صادقة. الرواية انه الناس جيل بعد ما اجو. في ناس وافقوا انه يشتغلوا. وحددوا ليهم محل انه يمشوا يعملوا فيه توقيع. وانه دارين يسوقون يودهم مناطق البترول. الان هس القوى الجابوة الليلة دي. حسب المعلومة اللي عندي انا. انه الدولة محتاجة لابار البترول لانه الميسارية قفل البترول. دارين يشيلوا القوى بتاعتها. العمليات دي. لانه الدولة محتاجة لها عشان تمشي تودية ابار البترول عشان يمشي يدقوا الميسارية. لانه حمايتين اجيز قالوا انا ما بودي قواتي هناك. وعبد الرحيم دي قلوا اميس كان مع الميسارية طبعا دمع خطاب بتاع الاستحطاف طبعا. اه انتوا قفل البترول انا ما بسألكم والله انا كدعم سريع ما عندي بيكون شاء الله. يجي 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 الليلة ببرهان لانه محتاج لقوة داري وديها البترول. يعني انت يا اولاد الهي. الدارين يسوقوكم يودوكم هناك في البترول. دارين يسوقوكم لان الدولة محتاجة لكم. طيب السؤال. اذا ما شئتوا اشتبقتوا عن الميسارية وكتلتوا الميسارية في عبارة البترول اللي باحميكم منه. سؤال اللي باحميكم منه. انتوا بتمردتوا في هناير ما كان في تمرد الهيئة ما اتمردت. ازا كان ابناء هياة العمليات ديل اولادنا. ديل اولادنا نحنا وديل خيرة ابناء السودان. خيرة ابناء السودان. تختلف تتفق معهم لانه الزول اللي بيطلع بضحي بنفسه وبيخط نفسه في المواجهة. وبيخط نفسه روحه في داء اللي هذه الوطن. انا بافتكروا ديل من خيرة ابناء السودان. ما تمردوا اصلا في في هناير ما تمردوا. كانت عندهم مطالب وحديث وصراع لكن في زول كان داري يشتغل بهم شغل. لانه لو الهيئة دي لو يتمردت والله كان دكت الخرطوم دي تحده فوق. السلاحة اللي عند الهيئة ذاته. التدريبة اللي عند الهيئة ذاته. لو كان عنده النية التمرد كان الخرطوم دي تمسحت فوقه تحد. لانه ديل تخصص حرب المدن. ديل اصلا هم تخصصهم ذاته جابوهم كده في حرب ديل بس بس كيف يتداوسوا في حرب المدن. هم ذاته اللي كانوا قاعدين جوا المقر ديل لو ما جاء اللي واليبيب وماش يتفاوض معهم وقال لهم يا شباب ولانه كانوا بيحترموه. هم طبعا بيحترموا قياداتهم جدا. فيه الناس عندهم ولا لي جوش طبعا. لانه جوش باعتباره الابا الروحي لون يعني. شوفوا العساكر ديل دايما عندهم ابا روحي يعني. هس يمجادين ديل تمشي تقول لون ابو فاطنة الكلام انتهى. تقول لون المكحل بشط الكلام انتهى. تقول لون ابراهيم شمسدينة كلام انتهى. لا لانه ديل ابا روحيين قدوة. اي اي دايما في العمل ده زي ما في السياسة في قدوة وبرضو في العمل العسكري في قدوة. الناس ديل صح سلاح قوي دا عملون وبقاون وكده. لكن نزل ولاهم في النهاية للدولة السودانية. وانت الليلة عرفت انه الناس ديل كويسين. انت الليلة منعسروك الميسارية وقفلوا لك ابرالبترول وبيقى ما في زول بيمشي. دار تمشي تجيب اولاد الهاية. طيب اولاد الهاية ديل لو مش يكتلوا الميسارية اللي بيحمون منه. سؤال اللي بيحمون منه. ازاي انت جيبت اولاد الهاية ديل عشان دار تدقبون الناس في الشارع اللي بيحمون منه. القانون اللي بيحمي اولاد الهاية منه. انت لو كنت بتحمي كنت حميت الضابط بتاع الشرطة حقك دا. كنت تحميه. ما طلعت في المهمة. زول عربات الشرطة بتتحرك قدامه. افراده بتدقوا قدامه. حتى القوة دي ما عندها تدرج والاستخدام. ينتظر لحد ما يكتلوا. انت دار تسوق الاولاد ديل تودين. عشان الليلة انت عرفت انه مسلا وهو برضو عندك هلنقول عندك مواجهة مع الدعم السريع. انت داروا ان يكاتلوا الدعم السريع? انت الليلة جيت عرفت انه الليلة الدعم السريع ده عشان مسلا يعني على سبيل المسال عشان تكاتلوا تكاتلوا يا ولاد الهاية. معناته تدار تعمل شنو? ما تدار تستغل الاولاد ديل. عشان كده تقسموا. الاولاد ديل في ناس لما نجو قولوا نتبع كل الاستخبارات والجيش قالوا نحنا ما نتبع. قالوا ولا دارين شغل ولا دارين اي حيه ومشو. وفي ناس جو قالوا نحنا والله ما تمرتنا. تطلعوا في التلفزيون تطلعوا بيان تقولوا هيات العمليات ما تمردت وتدونها رد الاعتبار. وليه ما يدوكم رد الاعتبار? يدوكم رد الاعتبار. مش انتوا قلتوا نازل تمردوا? واحد في الاثنين. ياتوا دون الدروة? لانه قانون القوات المسلحة بيقول كده. ديل عساكر ما ملكية. ديل عساكر مدربين على احدث الاسحة. ديل اتدربوا ديل والله شفتها في المنطقة دي كلها منطقة الشرق الاوسط وافريغيا دي ما بتلق بطل جناس زيهم. من حيث القوة ومن حيث التدريب. من حيث القوة من حيث التدريب ما بتلقناس زيهم في الشرق الاوسط ولا في افريغيا. عشان كده. يا اما هم متمردين. تودين تديهم طلقة في رسينوك. يا اما هم غير متمردين. عشان كده هم قالوا كده قالوا نحنا تجيبونا دارينا نشتغل في الدولة عندهم شروط. انا شخصيا والله شروط دي كلها معها. بعدين الكلام الهسي بتقال انه الناس دي المشود يرعى الوطن. كلامنا ما صحيح. ما صح. قد تكون في قلة. قد تكون في قلة بسيطة من هم مشت لكيها كلامنا ما صح. ادي رعداء وما بعرف كيانا شو دي ده تهريج ساكن. دي دي قوات اصلا هي ما عندها اساس. ده شغل بتاع سياسة ساكن. جابوا لها ناس دارين عمل سياسي ما اكتر من كده شو السياسي. الهدف الاساسي منه ما عمل عسكري. هو ممكن بعدينك لغادي كده يتطور لكن اولاد الهيها ديل انا بعرف تماما نما نجابوهم قالوا ان تخشوا الدرع والله يصرفوا لهم بركاوي نما نقالوا ناسي. انا عارف كتار منهم. واصحابه تجمعني بواصلات قوية جدا. لما نجوا يستقطبون لقضية درع الشمال وما بعرف درع الوطن وكده قالوا ان احنا والله ما بنشتغل الشغل ده. وانا بحيونه والله. لانه اولاد ناس. لانه ما في زول عاقل كده عنده عاقل في راسه بيمشي بشيلة سلاحه بيقول انا والله دار امشي اجيب ودار امشي درع الوطن ودار اتبع الصوارم ودار اتبع ده كلام بتاع. ده كلام بتاع عواطف زاكن. هما لانه لانه وطنيتهم سابقة عليهم رفضوا. قالوا ان احنا ما بنمشي هناك. والان اغلبهم رافضين انه يرجعوا الا بشروطهم. وعلى الدولة انها تحترمون يا اخي. اتا ما خلاص. اتا اتا عملت خطأ في حقهم. انت اخطأت في حقهم. انت دايرهم? مش دايرهم? لكن ما يكاتلوا الدعم السريع. ليه يكاتلوا الدعم السريع? سؤال ليه يكاتلوا الدعم السريع? وسؤال ليه زاتي الجيش والدعم السريع يتكاتلوا. فيشنو? ليه? ما انت قلت الدولة دي دايرها دولة مدنية ودار تسلم الحكومة لمدنيين. طيب الدعم السريع والجيش وهياة العمليات ده المعساكر. ما خلاص? انت قلت النظر يطلع من السياسة. انت الان ماشي للدولة مدنية ومؤسسات مدنية. طيب بتكاتل فيشنو? سؤال يتكاتل فيشنو? لانه بتكاتل دي اولادنا. كان بيقوا من الشمال اولادنا? كان بيقوا من الشرك اولادنا? كان بيقوا من الوسط اولادنا? كان بيقوا من الغريب اولادنا? دي اللي يتكاتل فيشنو? ليه? اسوال يتكاتل عشان شنو? يتكاتل عشان برهان يغلب حمايته? واللي حمايته يغلب برهان? الدولة السودانية هتستفيد شنو? الدولة ما هتستفيد شنو? عشان كده انا الدائر اقوله انو الكلام اللي قال الليلة ناصر هيا ديل. اجوا وقاعدوا معنا. في طبعا الغالبية قالوا نحنا ما بنشتغل. وعندهم شروطنا اللي هي انه يعتزروا ليهم. وقالوا لهم نديكم حقوقكم كلها وما دعرف مما وقفناكم نجيب لكم قروشكم ونديكم الدارين وكله نعمله. وما في ناس قالوا نحنا والله ما ترجعونا في ضباط او ضباط جنود في الاستخبارات العسكرية. دارين ترجعونا ولا ترجعونا ضباط تدونا رتبنا تكون وحدات. طبعا في كلام كثير اتقال انا ما دار اخش في تفاصيله. لكن خلاصة الكلام بتاع الهياء. انه الغالبية العزمة من ابناء هية العمليات دل ما دارين يرجعو الشغل. لانه ما دارين يقوب اندقية. عشان ما يقوب اندقية عشان ما تستخدمون الدولة. ما عشان الدولة. ما خلاص انت هسي بكرة بيشيلك برهان ده بيشيلك. بيجيبك بيخدتك بمشي بدق بيك المسارية بدق بيك الدعم السريع. بكرة بيقول لك انا ما دارك. ما الضمان شنو? ما اسوال الضمان جنيع? الخلى برهان. وخلى الدولة السودانية تتنازل عنك. لما انطلعت قالت انتم متمردين. وانتم اولاد. ما فضل الا طلعوكم اولاد حرام. وانتم ما اولاد سودانيين. وطلعوكم كيزان. وسمعوكم الفارغة دي كلها. واحتسبت شهداء في ذلك. واولادنا الماتوا في الدار دي شهداء ما في كلام في ذلك. لانه ماتوا بدافع عن حقوقهم. انت دا كلو. البيضمن شنو? انك انت تاني. يجيبوك يخدوك داخل الهياة دي. وبكرة يمشي اشتغلو بك سياسة. هل? البرهان دا قايت تسخ فيو? ما قايت تسخ فيو. حمايته قايت تسخ فيو? ما قايت تسخ فيو? ولا ولا قيادة الجيشة الكلها قاعدة الليلة دي قيادة زيوي بي 승رخ فيها. لانهما لو كانوا قادة امينين. ولو كانوا قاعدة صادقين. ولو كانوا قادة بيملك مشروع وطني. ولا بيملك رؤية وطنية. ما كان هيات العمليات دي الليلة تفرتقت. ما كان يتفرتقت. أنا ممكن انا ممكن ايبقى زي الناس الانس قاعدين يقولوا ذيل. اجيه والله هيات العمليات دي زي ما الناس بيقولوه ممكن اقول الكلام دي لا هياة العملية دي ما تجيبها. لانه والله الناس دي كله مسلا من الشمال الناس دي كله من لا احنا ما بنظر له كده. لا لا انا ما بنظر له كده. حتى وين كانوا من الشمال ذاته. احنا الدولة ما بينظروا لهذا من دولة ده. احنا عندنا صراع مع السياسيين. وقاعدين نتكلم في السياسيين. لان السياسيين دي سبب الازمة. لكن هذه الاجهزة مهما اختلفنا اتفقنا يجب انها تكون النظرة لها نظرة قومية. نفس الفهم تجي تتعامل مع الدعم السريع ده في مشكلة سياسية. المشكلة السياسية اوين? مع القيادة هناك. عندك راي في عبدالرحيم دي قلو عندك راي في حميتي قولو. لكن المؤسسة بتاعت الدعم السريع دي كمؤسسة البلد محتاجها. لانه البلد لو ما محتاجها معسستها. ما صرفت عليها قروش. البلد لو ما محتاجها. ما كان مشا تتحالفت معها القوى السياسية. محتاجين لا. البلد محتاجها لا. والبلد محتاج للدعم السريع ده. لكن البلد محتاج عملية اصلاح. احنا تتكلم عن الاصلاح. انت بعد ده قمشي شوف الاصلاح ده يتم كيف. لكن المؤسسات دي الدعم السريع ده إلا زون ناكر ولا زون ما بيعرف انه الدعم السريع ده ساهم في استدباب الام. وعمل توازن في البلد. انت في توازن انا ما بقدر اقوله لكنه لكنه مش يشوفه براك. الليلة التوازن العمل الدعم السريع في البلد دي. العمل التوازن في توازن. نحنا نتكلم عن ان انت البلد زادق لو دارت مش شاء الله انت مش شابه توازن. في توازنات بتزكر وفي توازنات ما بتزكر. التوازن اللي عمله غير العسكري في توازن عمله الدعم السريع الناس ما عارفينه ولا شايفين له. التوازن ده اذا فقدته الدولة دي بحصل فيها خلل كبير جدا. عشان كده يتا محتاج تعمل المدافعة دي. ان القوات دي بتكون قاعدة بيساهم في الامن بيساهم بيكون عندها دور في حفظ نفس الشي بنفس الطريقة هي اتا العمليات. ونمشي لكلام القاله عبد الرحيم ده قلو حكومة منتخبة. هو قال قال نحن ما دهرين زول يعتغلوا سياسية. اوكي. كلام حلو جدا. نحن غدا نطلع نزاهر ضد الحكومة ضد الامير ضد الجنرال ضد البرهان ما تعتغلونا. ما قلت ما تعتغلو زول سياسي. ما ده كلامك انا داري حاكمك بكلامك. قلت ما في كتل خلاص ما تقتلونا. اذا الناس خشوا القصر الجمهوري ما تقتلو. اذا بكرة عبد الرحيم ده قلو جاتك مظاهرات دارة تخش دارة المقرات الدعم السريع ما تقتلوه. ما ده كلامك. انت نما تقول كده معناتك انا فاهمينك دار تقول شنه يعني. انت دار تعمل تحالف مع قوة محددة عشان تمشي تتحالف معه سياسيا دار تقول لا اطلع الشارع انا بحميكم انا بعملكم انا بستعيد. الكلام ده ان احنا فاهمينه. لكن القصة دي ما بتمشي بالمعايير بتاع انك تجيب لك مجموعات. ما بتمشي تجيب لك مجموعات محددة. عشان تجي تقول والله دي تتظهر. ودي تاخد حقوق سياسية. ودي يسلموها السلطة. الجسة كده ما بتمشي. الجسة كده ما بتمشي. يا اما المعايير بتاعت العدالة تكون معايير عادلة? المعايير العادلة تشمل كل الناس? كل الناس تشمل كل البلد. والسلطة تعاد الى الشعب عبر صندوق الانتخاب. ولذلك انا بحيي اولاد هيدا العمليات. وبحيي انه انا انا صراح الكلام الجالدة انا بفتكره كلام وطني جدا وانا باتفق معهم فيه. حتى في ناس قالوا دارين يشتغلوا يمشوا مع الاستخبارات انا ما عندي مشكلة. خلاص درايون هون. في ناس السلية لحسب الكلام انه في الالف وميتان دي لحددوا لهم محل يمشوا يتمموا وهيشيلوا جروش ونو كده. خلاص درايون هون انا بحترموا انو والله ما بنبزهم. وبقول لهم رايكم انتم صواب ما في مشكلة ما انتم شايفين كده. هم شايفين نفسهم انو والله القصة دي بقدروا بيهدوا فيها البلد. الان في عشرات الالاف منهم واكفين ضد الكلام ده وما دارين برضو دي الصواب. ويجب على الدولة انها تعيدهم لكن تعيدهم بمعيار شنو? تعيدهم بالمعيار الوطني. تعيدهم في اطار الاصلاح الكل لمؤسسات الدولة. ما تعيدهم من دقية. مش عشان عشان يمشي دقوا لكم المسيرية ولا يمشي يضربوا لكم الناس هنا ولا هنا? القصة دي لازم تفهم كده. انهم يعودوا لكن يعودوا في الاطار الوطني الجامع. اللي يحفظ وحدة البلد ويحفظ امنها ويحفظ سلامتها ويوفر لهم حقوقهم. في الاطار ده انا الاثنين بحترمهم. الاثنين بحترمهم. لكن زي ما قال لي واحد قال لي نحنا والله ما بنمشي نقعد تحت هيات الاستخبارات. نحنا قال لي ما? ما ما ما. ده كلام جزء منه قال لي نحنا والله ما جاء بونا عشان يقودنا الجيش. هم زاته طبعا يندون رايزاته ما بيقعد تحت الجيش. ما كون نزول بركب مكانة اذا كان الدعم السريع بره نحنا زاتنا نقعد بره. ما كون نزول بركب مكانة في البلد يعني. هم زاته قال لي نحنا زاتنا ما جاء بونا عشان نشتغل ولا هنشتغل تحت الاستخبارات قال لي. نحنا قال لي جينا اسسنا كغوة دارين نقعد عندنا وضعيتنا عندنانا غيرو. دي حاجات انا بفتكر كلها يجيب مناغشتها في اطار الاصلاح الكلي للمؤسسة العسكرية التضمن وحدة البلد وسلامة البلد. نحن والله محتاجين محتاجين هيات العمليات. ومحتاجين للدعم السريع. ومحتاجين للحركات المسلحة. بالمناسبة هسه ناس مني وجبريل ديل. وجيوش انت زاتها محتاجين له. لانه دي جيوش. الان عندها. يعني هسه الليلة جاش مني وجبريل ما عنده مشكلة مع القوات المسلحة. انت عندك حدود منتشرة. دا لها جنود. دا لها ناس. الان عندك ناس بيجوا بالولاء الوطني. بيحلفوا. ناس سودانيين. انت محتاج تستوعبهم. فيه الناس قبل كده كانوا ضباط في الجيش. ضباط في الشرطة. الفريق سليمان صندل ده كان في الشرطة. انا اعرفه تماما لانه كان صاحب عمنا. ومن ايامه اللي كان معنا في نياله مدير الشرطة الشعبية انا باعرفه تماما. الليلة دفعته فرقة في الشرطة سليمان صندل وعشرات زيهم كانوا في الجيش كانوا في الامن كانوا في كده زعلوا وطلعوا ومشوا تمردوا على الدولة. الان جو راجعين. لكن برضو ولاء استيل للدولة السودانية. استوعبوا. انا محتاج. انا عندي مشكلة بتاعة حدود. عندي مشكلة بتاعة قوات. انا بلديدي الان اي يزول طمحان فيها? اي يزول بيجي في الاطار الوطني دا? دار يساهم في الاطار الوطني. مؤمن بقومية الدولة. مؤمن بالسوابط الوطنية بتاعة الدولة. انا باستوعبوا. ليه ما استوعبه. ولذلك يجب ان يتم الاصلاح في الاتجاه ده. حيال الاخيرة ده راختم باللايف. مبارح انا اتكلمت عنها القصة بتاعة مصر دي. يا اخوان نوي قصة مصر دي حق الناس ياخدوها بالجد. حق الناس ياخدوها محملة جد. انه الان المصرين دي. التهريب الجعج يتم للموارد بتاعة البلد دي. وانا مبارح برضو جاد نرواية كده غريبة جدا. قلوا ليه قاعدين يهربوا الدهب بالباصات. والله في واحدة مصر قال ليه بيجيبوا الباص بيخد فيه اربعة كيلو وخمسة كيلو. وبعد ذلك عندهم طريقة محددة كده في الباصات السفريع. بدخلوا الدهب جوا. وقال ليه بيأكلوا السواد بيأكلوا. طبعا السودانين قال للأسف انه الفساد استشرا في الدولة دي كلها. للأسف يعني. للأسف الحالة الاقتصادية الوصلتنا لها جهت دي. خلت نسبة الفساد في الدولة كبير جدا. عشان كده العسكري بيأكل. بتاع الامن بيأكل. بتاع المرور بيأكل. السواد دار يأكل. اي ظل قاعد في الدولة دي دار يأكل. ليه لانه يظل دار يعمل قريش. الناس ذاتة بيكت مبتها فالله. انا هسي ما قاعد عيب المصريين بالمناسبة. انا ما بيعيب المصريين. المصريين اللي قولوهم بقرة حلوك بيحلبوا يعني. هسي انا تشدي لو لقيت ليه طريقة حليبة بحليبة. هسي جنوب السودان ده كان لقينا طريقة نسرق البترول الحقهم بنسرقوا. هسي نحنا كان لقينا طريقة في يوسيوبيا ذاتها من حليبة من حليبة. فمصر لقيت بقرة حلوب. المشكلة في السودان العملة ديل. اولاد السودان ديل. الليلة اللي قاعدين يساهموا مع مصر في التهريب. القاعدين يخلوا مصر تدخل عرباتها. تسرق الدهب. تسرق السروة الحيوانية حقتنا. اي حاجة القرى مصريين ديل بالمناسبة. شغالين شغل كبير جدا. وشغالين حرب بتاع اشاعات. شغالين حربي بتاع اشاعات. وده ودي مشكلة كبيرة جدا. عشان شنو? عشان عشان انو دارين يخوف الناس. ده انت ما ما ده دارين يلفطوا عنظارك. دارين يلفطوا عنظارك. انا ما قلت كل سواجين الباص يا خوالنا. عشان برضو الناس يكونوا يعني منطيين يعني. انا ما قلت كل الباصات. انا قلت جزء من الباصات يعني. او جزء من الباصات ما كل الباصات يعني. عشان برضو نكون امينين يعني في في حديثنا. لكن دي واحدة دي واحدة من الحاجات اللي بتخلي مصر الان قاعدة تشيل ذهبنا تمشي بيوم. واحدة من الوسائل بتاعت التهريب. وانا قال علي زول. حتى حكالي بالتفصيل. وبالمناسبة. الناس ده لنا ممكن اجيبهم ذاته نعمل حلقة له. ممكن نعمل حلقة ونجيب الناس دهل. ونخدهم في الارد تحت. في لايف ويتكلموا. الزول بتاع الشحنات اللي بتتكلم عن الفحم. اللي بتتكلم عن غيره. كله كله الآن. الان الطريق. وللأسف الان في ناس قاعدين يعينه الناس دهل. بس انا الدار اقول له في ناس قاعدين يعينه الناس دهل. الان الان مصر عبر الشمال الان في ناس عملة قاعدين يعينوا مصر وقاعدين يدافع عن مصر وقاعدين يقولوا نحن مع مصر وكان جات يحتلطنا مصر ديل هما العملة. اي زل اللي قاعد يقول الكلام ده هو واحد من الناس قاعدين يساهموا مع مصر في سرقة موارد البلدين. القصة دي يجب انه يصدوا لها الناس. يقفوا لها يعني. وين الدولة? وين اتشهزت الدولة? انه منت البلد تصل مرحلة الناس. وكمان لا. هاس يدارين يفتحوا لون المطار. يعني هاس يا مصر? الدولة دارت افتح لنا المطار بتاع بتاع مروي. يعني هاس الطيارات الطائرات بتاع مصر تجي تنزل في مطار مروي وتشيل الدهب من مطار مروي تشيل ما بعرف شنو تشيل عينك يا تاجر هاسي. والقصة دي انا بفتكر انه دخلنا كالسودانيين. الناس قاعدين جوال البلد. الدولة زاتها. انتوا حقوا تفكروا في القصة دي وقيفوا ضدها كيف? الجصة بتاعت التهريب بتاعت مصر دي. فحم. يعني هاس يوم مصرين يجي يشيلوا فحم من السودان دي. انا حتى في زول قال لي تسكرت الباص دي نما تجي تدربة بخمسة وتلاتين الف تدرب الباص قال لي ما بيربح يعني حتى قال لي الباص زاته نما يمشي ما بيربح ارباح وكده همشي. فييجوا للزول يقول له خلاص يا اخي. هاك دي شي اللي انا دي بدل يدوه يعني ممكن يتفعليه عشرة الف جنيه مصري ممكن يدوه يعني لانه في مشكلة اخوان في مشكلة في مشكلة زاها بتاعت ضمير في مشكلة بتاعت اخلاق طبعا. نحن واحدة من مشاكل انه انه مشكلة بتاعت اخلاق. الشعبي ذاته مثالي ازيد من المثالية. انا واحدة من الحياة اللي اختم بها الله يفده. سبحان الله يعني انا هسا بعين كده. في ناس قاعدين ينتقضوا الدعم السريع ده. وبعدين لاحظت بعض الناس. الايام الفاتحة دي كانوا بينتقضوا كده. انتقاضات شخصية. الدعم السريع وانت يقلب. فرجعت رجعت ورا كده. في رسائل كده. ازول لهم مرات بفتش دفاتر كده. اكتشفت حاجة غريبة جدا. اكتشفت انو بعض الناس الشعنين علينا حملة ضد الدعم السريع ديلا? انا اكتشفت انو كانوا بتواصلوا معانا في الخاصدار الليوم كانوا البس اصلاك داول والله الجنة في الدعم السريع والبس اصلاك. داولاي تلفون proton ددكالو والبس اصلاك يا اخي انا والله عندي مشكلة ناس الدعم السريع. خلي والله. انا اكتشفت كده يعني اكتشفت ليه اكتر من نفرين تلاتة كده. الان انا شايفهم كده الروسين حملة كده. يبدو انهم ازعلاني من القصة يعني. لكن طبعا انا بس لانو بحترم السرية حقتهم ماذا رانشور رسالة حقتهم. لكن انا رجعت كده. لقيت. سبحان الله. لقيت الناس اللي كانوا بيتكلمهم في الخاص. طبعا زول يجي يقول لك يا خاند انا ما لوا داك الدعم السريع. انت دار الدعم السريع داك الدعم السريع. انا مسؤولة تجنيه حقه مسؤولة تجنيه حقه. ولا مدير متى وانا يعني. فاكتشفت انه في ناس كان براستونا في الخاص. لمقارب شخصية. دارين 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 بعض الحاجات. اكتشفت انه النادي ذاته هم هس الان بينبزوا في الدعم السريع يعني. يعني طيب ازان احنا كنا وسلا يعني لا غدر الله يعني. استجيبت ومشيت تجنتت ولا قضاياكم قضيت في الدعم السريع. هسا بتنبزوا الدعم السريع. يا حي ما تستعروا. ما هو دا جزء من النفاق بتاع شعب السودان. دا جزء دا جزء. دا جزء من النفاق بتاع شعب السوداني. تلقى الواحد معاك هنا في الصفحة بنبزك. تمشي تلقاه في صفحة الدعم السريع هناك بيكسر تليك. يجيك في الخاص يقول لك والله انا عني مشكلة بس لانه سيمع مسلا مسلا اللي قليك مكالمة مسلا يعني بيفتكر انه انت عندك علاقة مع فلانو كده. فطبعا السودانين بطبيعتهم كده الواحد انه من يطلب منك حية ما تعمل له بيزعل منك يعني. فانا اكتشفت حية زي دي يعني اكتشفت انه في في مسألة بتاعت نفاق كده بصورة غريبة جدا يعني. وحسد بصورة غريبة جدا. وانانية بصورة غريبة جدا. عشان كده الشعب دا ما بيتقدر. قلتوا عارفين واحدة من الحيات الضيعة السوداني القصة بتاعت الحسد دي. الحسد تلقى الناس تلقى الناس كده حسودين كده. تلقى الناس امانين كده كميس? امانين اكتر منها اللازم. الواحد تلقاه. ما يتوسر كلام بيقول لكم امشوا راجعوه. امشوا راجعوه وشوفوا. شوفوا الناس زيت تفاعلهم. في ناس اصي كان رجعت صفحة دعمهم السريع تلقاهم والله كانت بهم ما شاء الله عملين لايك. حتى دوس لايك ما بيعملوا بيعملوا لايك بيعملوا كده. تجي تلقاهم بيجاي. في ناس طبعا بس كان لقوا محلنا بس بنبزوا كان لقوا محل الشكر بيشكر يعني. فدي واحدة من دي واحدة من سبب الازمة بتاعت الشعب السوداني. سبب الازمة انه نحن عندنا نفاق ازيد من اللازم. انه نحن زاتنا بقتل وطنية جوانا ما كتيرة والله. والله والله واحدة من ازباب الازمة الخلط مصر الان تهرب تدخل في الشانة السوداني هو عدم الوطنية حقتنا. والانانية وحب الزات. حب الزات. انا متأكد. متأكد يعني. هس في ناس كتار بيقول لك ضد دعم السريع. لكن بكرة لو قالوا الدعم السريع ده عنده موبايلات. دار يوزع قروش. دار يوزع زكاة. عنده اموال بتلقى انها دي كلها في باب الدعم السريع. تاكل وتجي تنبز. دي واحدة دي واحدة دي واحدة من ازباب الازمة في البلد. انا اصال انه ربا يسح على البلد. انا اصال انه ربا يسح على البلد. لكن الناس لابد يفكروا للقصة بتاعت مصر دي. شفتوا قصة مصر دي. نحن ازا ما حليناها. هتفرتق لينا السودان ده كله. وعملاء قاعدين شغالين جوا الداخل في داخل البلد. يفرتقوا يشيعوا في الناس الفتنة. انا اصال الله سبحانه تعالى انه ربا يسح على البلد ان شاء الله. لحد ما اتلاقيه في لايف تاني. فتكم بعافية. اصال الله انه احفظكم كلكم. اشتركوا في القناة